بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة وبركاته نأرضى بإذن الله سنتكلم عن الشريعة والحقيقة والفرق بينهما لقد ورد في حديث سيدنا جبريل عليه السلام المشهور الذي رويه سيدنا عمر بن الخطاب ورد الله عنه أرضاه تقسيم الدين إلى سلاسة أركان بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر فإنه جبريل آتاكم يعلمكم أمور دينكم أخرجوا مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان والإسلام والإحسان الجزء الأول صفحة 64 فرقنا الإسلام والجانب العلمي من عبادات ومعاملات وأمور تعبودية ومحله العضاء الظاهرة والجسمانية وقد اصطلح العلماء على تسميته بالشريعة واختص بدراسته السادة الفقهار رقنا الإسلام أو رقنا الإيمان رقنا الإيمان وهو الجانب على اعتقاد القلبي من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقضاء وقد اختص بدراسته السادة علماء التوحيد أما رقنا الإحسان والجانب الروحي القلبي وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وما ينتج من ذلك من أحوال وأزواق الجدانية ومقامات عرفانية وعلوم وهبية وقد اصطلح العلماء على تسميته بالحقيقة واختص بدراسته وببحثه السادة الصوفية ولتوضيح الصلاة بين الشريعة والحقيقة نضرب مثلا الصلاة فالإتيان بحركتها وعمالها الظاهرة والتزام أركانها وشرطها وغير ذلك مما ذكره علماء الفقه يمثل جانب الشريعة وهو جسد الصلاة وحضور القلب مع الله تعالى في الصلاة يمثل جانب الحقيقة وهو روح الصلاة فأعمال الصلاة البدنية هي جسدها والخشوع روحها وما فائدة الجسد بلا روح وكما أن الروح تحتاج إلى جسد تقوم فيه فكذلك الجسد يحتاج إلى روح يقوم بها ولهذا قال الله تعالى وأقيم الصلاة وأدف الزكاة ولا تكون الإقامة إلا بجسد وروح ولذا لم يقل أوجده الصلاة ومن هذا ندرك التلازم الوسيق بين الشريعة والحقيقة كتلازم الروح والجسد والمؤمن الكامل هو الذي يجمع بين الشريعة والحقيقة وهذا توجيه الصوفية للناس مختفيين بذلك أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وللوصول إلى هذا المقام الرفيع والإيمان الكامل فلابد من سلوك الطريقة وهي مجاهدة النفس وتصيص صفاتها النافسة إلى صفات كاملة والترقي في مقامات الكمال بصحبة المرشدين فهي الجسر المؤصل من الشريعة إلى الحقيقة فالشريعة هي الأساس والطريقة الوسيلة والحقيقة هي الصمرة وهذه الأشياء السلاسة متكاملة منسجمة فمن تمسك بالأولى منها سلك الثانية فوصل إلى الثالثة وليس بينهما تعارض ولا تناقض ولذلك يقول الصوفية في قواعدهم المشهورة قل حقيقة خالفت الشريعة فهي زندقة وكيف تخالف الحقيقة الشريعة وهي إنما نتجت من تطبيقاتها يقول إمام الصوفية العرب بالله الشيخ أحمد الضروق رحمه الله لا تصوف إلا بفقه إذ لا تعرف أحكام الله الظاهرة إلا منه ولا فقه إلا بتصوف إذ لا عمل إلا بصدق وتوجه إلى الله تعالى ولو هما التصوف والفقه فالحكمة كتلازم الأجسام للأرواح ولا وجود لها إلا فيها ولا حياة لهذا إلا بها فافهم قواعد التصوف للشيخ أحمد الضروق رضا الله عنه وارضا قائدة ثلاثة صفحة ثلاثة ويقول الإمام مالك رحمه الله من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن جمع بينهما فقد تحقق شرعين العلم وزين الحلم للإمام ملا على القادر الجزء الأول صفحة ثلاثة وثلاثين تزندق الأول لأنه نظر إلى الحقيقة مجرد عن الشريعة فقال بالجبر وأن الإنسان لا خيار له في أمر من الأمور فهو يتمثل قول القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال لا إياك إياك أن تبتل بالماء فأفضل بذلك أحكام الشريعة والعمل بها وأفضل حكمتها والنظر إليها متفسق الثاني لأنه لم يدخل قلبه نور التقوى وصر الإخلاص وهوائز المراقبة وطريقة المحاسبة حتى يحجب عن المعصية وتمسك بأهداف السنة النبوية وتحقق الثالثة لأنه جمع كل أركان الدين الإيمان والإسلام والإحسان التي اجتمعت في حديث جبريل عليه السلام وكما حفظ علماء الظاهر حدود الشريعة كذلك حفظ علماء التصوفد بها وروحها وكما أبيح العلماء الظاهر الاجتهاد في استنباط الأدلة واستخراج الحدود والفروع والحكم بالتحليل والتحريم على ما لم يرد فيه نص فكذلك العارفين أن يستنبطوا أداب ومناهج التربية للمريدين وتعزيب السالكين ولقد تحقق السلف الصالح والصوفية الصادقين بالعبيدية الحق في الإسلام الصحيح وأجمعوا بين الشريعة والطريقة والحقيقة فكانوا متشرعين ومتحققين يهدون الناس إلى الصراط المستقيم دي كان الفرق بين الشريعة والحقيقة وإن شاء الله في فيديو قادم سوف نتكلم عن أئمة الصوفية وتمسكهم بالكتاب والسنة وأخيرا إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته